جماعة الحوثي من نهاية حرب إلى بداية حرب جديدة كيف تختلق جماعة الحوثي الأزمات والحروب؟ أعلنت شركة الاتصالات الدولية سيكم عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر مما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا وهو ما عطل تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا بشكل صحيح وسائل إعلام عن مصادر يمنية أفادت أن جماعة الحوثيين وراء تفجير خطوط الاتصالات وأوضحت أن أربع كابلات للاتصالات البحرية تعرضت للضرر وأن إصلاحها قد يستغرق ما يصل إلى ثمانية أسابيع كما أن مؤسس مبادرة الكابلات المفتوحة الخبير التقنية الهندي سونيل تاقاري قال إن ميليشيا الحوثي قطعت كابلات ضوئية بحرية في البحر الأحمر وتجسد اليوم جماعة الحوثي منذ التأسيس وتزامناً مع حرب غزة أفشع صور الاستغلال والبرغماتية وتحاول استثمار الأحداث والحروب منذ إطلاق الصواريخ الوهمية نحو إسرائيل وصولاً إلى القرصنة وتهديد الملاحة البحرية الدولية وها هي اليوم تضرب سفناً إغاثية لليمن كما حدث ذلك مع سفينة الشحن سي تشامبيون التي كانت تحمل شحنة من الحبوب بحسب تعليق حساب السفارة البريطانية في صنعاء وكل ذلك يأتي تحت شعار نصرة غزة هذا غير الكوارث البيئية التي تتسبب فيها جماعة الحوثي كما حدث مع سفينة ربيمار والتي اتعرضت لهجوم مما أدى لتسرب نفطي في البحر الأحمر وغرقها تماماً إن استغلال حرب غزة تعطي الميليشيا غطاءً وسقفاً فكل هذه التحركات لتحقيق العديد من الأهداف التي تندرج تحت قسمين القسم الأول أهداف خارجية تنفيذاً لأجندة طهران في إدخال المنطقة بسلسلة من الحروب دون توقف وتوسيع دائرة الصراع والحرب في محاولة لخلط الأوراق أما القسم الثاني أهداف داخلية وذلك بالتمدد عسكرياً أولاً فقد عجزت ميليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية من إحراز أي تقدم عسكري في مناطق البحر الأحمر وتحاول اليوم مجدداً تحت غطاء نصرة فلسطين السيطرة على مناطق شاسعة من خلال هجمات مكثفة ميدانياً كيف تحاول ميليشيا الحوثي استثمار حرب غزة ومواجهات البحر الأحمر؟ في تصريح خاص لأخبار الآن يقول رئيس عمليات اللواء الرابع العمالقة المقدم هاني الكلدي استغل الحوثي أحداث غزة لأجل حجد المقاتلين إلى الجبهات وخاصة بيحان والساحل الغربي تحديداً جبهة سقم ويقوم بإيهام الناس أنه يقاتل أمريكا وإسرائيل وهو يقوم بالدفع بهؤلاء إلى مثل هذه الجبهات الداخلية وفي هذا الصدد صرح قائد المقاومة التهامية قائد الحراك التهامي السلمي الشيخ القبلي البارس في الحديدة عبد الرحمن الحجري لأخبار الآن قال بأنه لا بد أن ندرك أن من يمارس القتل والتهجير والتدمير والتفجير في حق الشعب اليمني ومن يحاصر المدن ويقطع الطرقات ويزرع الألغام في البحر وفي البر أيضاً وفي مسالك الناس ومزارعهم ومنازلهم لن يكون في قاموسه نصرة غزة بل يحاول تبيض سجل جرائمه بهكذا أحداث وحروب وكما سبق الإشارة فقد حاولت الميليشيا تكثيف الهجمات على مديرية بيحان بمحافظة شبوة وقال الشيخ القبلي محمد الفاطمي والذي يشغل أيضاً مدير عام مديرية بيحان في تصريح لأخبار الآن أن قوات العمالق الجنوبية ودفاع شبوة أفشلت العديد من محاولات اختراق الجبهات الحكومية ما جعل جماعة الحوثي تلجأ لأعمال خسيسة وجبانة باستهداف منازل ومزارع المواطنين وتكثيف زراعة الألغام تجنيد الأطفال تستثمر جماعة الحوثي أحداث غزة للتسويق لذاتها محلية حيث تقوم بعمليات استقطاب وخاصة للشباب المراهق والأطفال غير الواعين وحشوهم بالأفكار الطائفية وتجنيدهم مستغلة حالة الموقف اليمني المتضامن مع غزة وافتتحت الميليشيا معسكرات تدريب وتطويع بحسب منظمات حقوقية فإن أعمار المجندين تتراوح بين 13 عاما و15 عاما ازدواجية الحوثي بين حصار تعز وغزة منذ عام 2015 فرض الحوثيون حصارا مطبقا على مدينة تعز التي يقطنها نحو 6 ملايين إنسان ولا يزال الحصار مفروضا على المدينة في ظل مزاعم الجماعة أن عملياتها في البحر الأحمر مرتبطة بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة ويكشف ذلك تناقض وازدواجية المعايير في الموقف الإنساني ما بين تعز وغزة يقول الصحفي اليمني سمير رشاد اليوسفي لأخبار الآن تفوق الحوثي في حصاره لمدينة تعز على إسرائيل التي تحاصر غزة فهو يقيد حركة سكان المحافظة البالغ عددهم زهاء 6 ملايين نسمة بحصار وتعذيب جماعي طوق فيه المدينة بالألغام التي أودت بحياة نحو 800 مدني بينهم 38 طفلا و23 امرأة وتسببت في إصابة أكثر من 1200 مدني بينهم 71 طفلا و30 امرأة بإعاقات جسيمة فضرب بطبيعته الإرهابية المتوحشة كل تلك الأرقام القياسية للجرائم ضد الإنسانية تفاقم الأزمة الإنسانية تحاول جماعة الحوثي من خلال أحداث البحر الأحمر التنصل من الأزمات والالتزامات الداخلية تجاه المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من توفير الختمات وصرف المرتبات بمزاعم نحن في وضع حرب وقد قال العقيد والضاح العوبلي في تصريح خاص لأخبار الآن إن حرب غزة غيرت من مزاج الحالة الشعبية في مناطق سيطرة الحوثي حيث توجه الرأي العام بنظره نحو غزة وما كان من الحوثي إلا استثمار هذه المعركة في كسب التعاطف الفطري لليمنيين تجاه القضية الفلسطينية وحجدهم للتجنيد في معسكراته وختاما ترنو جماعة الحوثي من استغلال الأحداث في غزة إلى ترميم صورتها المتهالكة محليا وخارجيا أولا لحصد أكبر موقف داعم لأعمال الجماعة الإرهابية وتستخدم ذلك تحت ذريعة نصرة فلسطين غطاء لجرائم الجماعة محليا والتعرف من الأزمة الإنسانية الداخلية إلا أن العالم اليوم محليا ودوليا أكثر وعيا فلا ينظر لما تقوم به ميليشي الحوثي إلا أعمال قرصنة تهدد أمن الملاحة الدولية ليس إلا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة